هنا عملنا مد بعد حرف العين وطبعا لما نعمل مد بعد حرف العين لازم نظهر الجزء العلوي لحرف الراء بهذا الشكل لما هنا بدون مد الجزء العلوي في حرف الراء اختفى معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي خط النسخ والنهاردة هنكتب بقلم رصاص كنت نشرت الفيديو سابق عن كيفية استخدام قلم الرصاص في الكتابة كخط عربي وكتبت أسماء بعض الدول العربية وللأسف أثناء الكتابة لم أحصر جميع أسماء الدول العربية فبعض الأخوة دخل يعلق لي هذه الأيام عندما شاهد الفيديو للماذا لم تكتب اسم العراق وكان بعض التعليقات مسيئة أنا لم أكتب اسم العراق ليس عدم حبا في العراق ولكن سهوا سقط مني سهوا ولذلك أحبت أن أطلع في فيديو خاص نكتب اسم العراق حتى لا يظن أحد أننا تناسينا كتابة اسم هذا البلد الكريم وقبل من أبدأ أتمنى بقى من أخواننا العراقيين عمل إعجاب لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ويلا بينا على بركة الله نكتب العراق بأكثر من طريقة بخط النسخ أحب ما اشتركوا في القناة وممكن ايضا نكتب اسم العراق بشكل اخر هنا عملنا الراء الثوباني وهنا عملنا العدية ممكن ايضا اشتركوا في القناة هنا عملنا مد بعد حرف العين وطبعا لما نعمل مد بعد حرف العين لازم نظهر الجزء العلوي لحرف الراء بهذا الشكل عندما هنا بدون مد الجزء العلوي في حرف الراء اختفى معنا ممكن ايضا نكتب العراق بشكل اخر اشتركوا في القناة بالشكل عملنا ايه عملنا اه القاف اه المرسلة اتمنى من اخواننا فيكونوا جزعلين مننا اهل العراق الكرام وارطاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة عزيزي المشاهد اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية مع آخر استحيات محمد الحميل